بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب نقول أساس المحبة أمران مشاهدة الأسماء والصفات ومعرفة معانيها ومشاهدة آثارها في الكون ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب أو قل هو السبب الأعظم الذي يؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى وهذا هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من السبب الثاني الذي ذكره في السبب السادس وهو مشاهدة النعم فالحب ينبت في القلب على مشاهدة جمال المحبوب وجلاله وعلى مشاهدة إحسانه وفضله لا يحصل حب إلا بأحد هذين الطريقين فإذا اجتمع كان الحب الكامل في القلب والله سبحانه وتعالى أحق بكل جمال وجلال وعظمة وكمال وهو سبحانه وتعالى المحسن إلى عباده على الحقيقة والذي ينعم عليهم بالليل والنهار فسبيل الحب الذي يحصله العبد الذي يسعى إليه أن ينظر في كمال أسمائه وصفاته وأن يتذكر نعمه ويشاهدها فالحب ينبت على حفات المنن ومشاهدة آثار الأسماء والصفات مشاهدة آثار كل اسم وصفة فمعرفة هذه الأسماء واستحضارها في القلب وشهود آثارها في الكون فترد كل فعل في الكون إلى اسم وصفة فهذا هو الذي به تحصل محبة الله عز وجل في قلب العبد كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدور كله حول هذا كما ذكرنا شيئا من هذا في باب تدبر القرآن ومدار الأمر كله على أفعال الله وصفاته وأسمائه الحسنة فالأذكر وكلام الأنبياء دائما يذكر بهذه الأمور العظيمة التي نحتاجها على الدوام كل فعل تراه أمامك في الكون الحظ فيه أنه أثر من أثار أفعال الله هداية وإضلال موت وحياة نبات وحيوان انظر في كل ما حولك في كيد الناس في مكرهم في اختلافهم تنظر إلى تفاوت الناس تقول يقال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فالله الذي فضل ليس فقط يندفع قلبك مثلا إلى أن اشمعنا فلان أحسن مني إلى أن لماذا أعطي فلان أكثر مما أعطيت أنا ونحو ذلك ما يلقيه الشيطان ليفتح باب الحسد العبد المؤمن ينظر إلى التفاوت بين الطويل والقصير بين الغني والفقير بين العاقل وضعيف العقل بين العالم والجاهل بين ذي السلطان وعديم السلطان وأتدبر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فعل الله هو التفضيل وكما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة فهذه وسيلة الترغيب وقوله هو الذي يصلي عليكم وملائكتهم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فتستحضر أنه سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا وأنه الذي يصلي علينا وأنه الذي يأمر ملائكته بالصلاة على المؤمنين فما الذي رغبهم في الذكر والتسبيح رغبهم الله عز وجل عن طريق مشاهدة أفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى أنه بالمؤمنين رحيم أنه يخرجكم من الظلمات إلى النور أنه يصلي عليكم وملائكته كلها أفعال الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يفعل فعلا وهو أن يصلي عليك ويذكرك في الملاء الأعلى كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فرغبهم في الذكر بأنه هو الذي يذكرهم عز وجل وهذا أشرف شيء يمكن أن يتصور فتستحضر فعله تبارك وتعالى بك أنه هو يثني عليك ويذكرك في الملاء الأعلى كما يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم هذه أفعال الله تبارك وتعالى كذلك تشهد في كل أمر الاجتباء والاستفاء والمنة كما ذكر الله عز وجل في قصة يعقوب قوله ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم تأمل هذه التربع العظيمة التي رب بها يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام تجد كلها مطالعة للأسماء والصفات وللأفعال يجتبيك ربك الربوبية الاجتباء يعلمك لم يقل ستتعلم إنما قال ويعلمك من تأويل الأحاديث لم يقل ستكون هناك منازل وستكون لك خير كثير في المستقبل وإنما قال وكذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فكلها شهود آثار أفعال الرب عز وجل هو الذي أتم النعمة ثم ختم بقول إن ربك عليم حكيم فمدار هذا كله على الأسماء والصفات فعندما أتى يعقوب عليه السلام الخبر الهائل الصائق على الإنسان العادي ظهر منه الهدوء الغريب ويأتيه أن ابنه قد أكله الذئب فلن يعود فقال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه الله المستعان إنسان لما ينظر إلى موقف الواحد منا لو أتاه من يخبره بأن ابنه قد أكله الذئب قد مات بل من الذي يخبره الذي جعله أمانة في عنقه وهو على يقين من كذبه تخيل أب أتاه هذا الخبر كيف يكون التصرف أنا ما أتصور إلى أن يقوم فيرفع صوته ويعني أقل شيء أن يضربهم ضربا غليظا ويطالبهم ب يعني أن يخبروه بالسر كيف حدث ذلك فيقول بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفهم وعندما يأتيه في آخر القصة خبر مماثل وإن كان أقل قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ترى في كل أمر فيه تعلق بصفة من صفة الله كحفظ الله يوسف بعيدا عن أبيه الله يحفظه والرحمة التي يرحمها يعقوب اليوسف وهو متألم عليه رحمة الله أعظم منها وهو عز جل أرحم الراحمين وهذا هو التعلق بأثار الأسماء والصفات فإذا شاهدت مثلا الإنسان المبتلى قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تقول الله عافاني تقولش أنا عندي هو كذلك هذا الأعرج هذا الأخرس هذا الأعمى هذا المريض لما تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به الله الذي فعل الله عافى والله ابتلى الله الذي فضل سبحانه وتعالى تشهد عقوبات ونزول عذاب بالأمم المكذبة للرسل والعصاة والفساق والفجار سبحانه وتعالى تشهد هذه الأمور الله أنزلها سبحانه وبحمده وأنواع الآلام التي ينزلها الله بهم لأنه هو العزيز الرحيم كما قال عز جل في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فهو انتقم وقهر هؤلاء الجبابرة الكفرة ورحم عباده المؤمنين ونصرهم وأكرمهم بما عافاهم من هذه العقوبات فما تشهد ليس فقط كما يعلمون الأولاد التاريخ مجرد وقائع تذكر أو أن الرئيس الفلاني والملك الفلاني في التوقيت الفلاني فعل شيئا وهذا كله يعني عبر كل التاريخ الطويل إنما يهتمون بمثل هذا طريقة القرآن في عرض هذه الأحداث التي لها أثار في واقع حياة الناس ما زالت باقية الناس يرون أثار الفراعنة ماذا يهتم به أهل الإسلام وماذا يهتم به أهل الكفر ومن جرى على شاكلتهم هم يهتمون بأن حجش السود جرى لها كذا وأن رمسيس قد فعل كذا وأن الملك الفلاني بنى المعبد الفلاني في السنة الفلانية ونحو هذا من الخزعبلات التي لا فائدة فيها أهل الإسلام يرون حضارة كانت يعني قائمة وملك وسلطان زال بالكلية وبادت حضارتهم تماما بقدرة الله عز وجل الله أذهب ملكهم ولم يعد لهم وجود على وجه الأرض إلا هذه الآثار الباقية يمر على قرى ثمود المنحوطة في الجبال هم يذكرون كيف نحثت ويبحثون في الآثار التي يرونها في أي سنة كانت وبأي شيء نحت وهذه غباء وجهل وأما أهل الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعبدين وعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصبهم قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيتذكر الإنسان كيف كان هؤلاء الذين نحتوا هذه الجبال إلى يومنا هذا باقية كما هي وغير مسكونة معلقة على أعالي الجبال مساكن هائلة ومع ذلك بادت وانتهت قرى سدوم قرى قوم لوط وكيف نزل بهم العذاب الله الذي أنزله وأنواع الألام التي أنت تراها في الكفار ما يصيبهم به من الأمراض والإذلال والإهانة والاختلافات رغم أنهم يعني ما زالوا في أمورهم في كفرهم وعتوهم فأنت تشهد أمامك هذه الأمور كيف تشهد كيف أهلكهم الله عز وجل مثلا إذا رأى عملة أثرية والتمثال باقي ونحو ذلك لا تأمل في عواقبهم الكفر دول عندهم استعداد يشتروا بالملايين أقول لك آثار يبقى كنز لأوه عشان الجهلة هيشتروا التمثيل التي كانت تعبد من دون الله ماذا يصنعون هين ذهب هؤلاء الذين نحتوها لا هو أعاز يفتخر إن عنده تمثال من العصر الفلاني والعملة أثرية من العصر الفلاني وهكذا فإذا كذلك في كل أمور الحياة إذا هبت ريح تجد يفكر في البرد وآخر يفكر في أن الله تعالى يرسل ذلك تخويفا لعباده كما قال قالت عشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح راح ودخل خرج ودخل ولا يزال يعرف في وجهه يقول ما يؤمنني أن لا يكون فيها عذاب قد قال قوم هذا عارض منطرنا قال الله عز وجل بل هم استعجلتم به في ريح بل قال قال عز وجل بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم حتى تسكن الريح الدخان المبين الذي يغشى الناس الذي حذرنا الله عز وجل منه في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إذا كان القليل من التراب يعكر صفو الجو فتفكر في هذا الدخان الذي يغشى الناس هذا عذاب أليم حتى يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين فهذه الريح تذكرة الريح التي يصيب الناس يتذكر أهل الإيمان بزمهره جهنم الريح الباردة فنقول نعوذ بالله من زمهره جهنم ومرضها الشديد كذلك الحر الشديد كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فما تجدون من الحر في الصيف من نفسها وأشد ما تجدون من زمهرير الشتاء من نفسها من نفس جهنم وكذلك نتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى ونتفكر فيما يقع من أحداث أمامنا دائما نربطها بالأسماء والصفات وفيما يكتشف من أمور نتذكر كيف مسخ الله عز وجل أقواما كما قال تعالى ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قرية مسخت وبقيت على ما هي عليه استخرجوا جثثهم منذ سبعين أو ثمانين عاما هذا جثث حقيقية لأن الهاكل عظمي موجودة قرية في اليونان حفروا وجدوا حفريات عبارة عن جثث متحقرة ليست تماثيل بل هي جثث حقيقية هذا يشرب وهذا يأكل وهذا يجامع امرأة مرة واحدة أتى عليها بركان مدمر في لحظات ردمت بالصخور البركانية المنصهرة وتجمدت هذه الصخور بعد ذلك وصارت جثثا داخل هذه المحابس العجيبة كما قال الله عز وجل ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فصار تماثيل حجرية مدينة كاملة خلال لحظات حدث لها هذا الحدث العجيب ردمت على أهلها وأصبحوا أحجارا فالإنسان عندما يفكر أن الله هو الذي يفعل ذلك كله وأنه الذي يرسل أمور على العباد وأنه هو سبحانه وتعالى يقلب قلوب الناس كل هذا من فعل الله عز وجل فأنت ترى أمامك من يفعل الخير ومن يفعل الشر فتنظر إلى أن الله قلب القلوب خذل هذا فنطق بالباطل والضلال ووفق هذا فنطق بالحق والهدى تنظر إلى فعل الله عز وجل الناس قد يظلون خائفين ساكتين ثم ترهم فجأة يثورون على ما تحملوا بالأمس أضعافة مضعفة يعني الناس ثورات تقوم مثلا الناس كانوا سكتين سنين طويلة ثم مرة واحدة هاجوا على من يعني يتسلط عليه مرة واحدة ما الذي أخرجهم بهذه الطريقة وقد كانوا بالأمس يتحملون أضعافه ويعني انطلقوا بهذه الطريقة العجيبة لتقليب الله عز وجل القلوب ترى الإنسان يكون في قاع الفساد فجأة تجده قد تغير واهتدى فالله هو مقلب القلوب تربط كل أمر تراه بآثار الأسماء والصفات فمطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلوه في ريض هذه المعرفة هو هذا المعنى وهو أنك دائما تفكر في كل ما حولك في كل ما تراه سواء مما مضى مما هو واقع من حر وبرد من هدى وضلال من موت وحياة تقول الله الذي يفعل وهذا مقتضى علمه وحكمته وقدرته فالعليم الحكيم القدير العزيز الرحيم القاهر فوق عبادي المحيط بهم يذبر الأمر سبحانه وتعالى كل هذه من أسمائه وصفاته ترى آثرها كل يوم مئات المرات في الوقاع المختلفة التي تشهدها الناس تتفاوتون في هذا تفاوتا هائلا منهم من يفكر في هذه المعاني ومنهم من لا تخطر بباله قط على قدر معرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته تكون محبته له لأنه يشهد الكمال فالإنسان فطر على حب الكمال والجمال فالله جميل يحب الجمال وجعل في قلوب عباده حب الجمال فهذا الجمال الذي يراه في كمال الأسماء والصفات يدفعه إلى حب الله تعالى يقول ولهذا كانت المعطلة الفرعونية سماهم فرعونية لأنهم على طريقة فرعون المعطلين لأسماء الله وصفاته وأفعاله لا يشهدون هذا على طريقة فرعون لأنه ينكر وجود الله فكل من ينكر صفات الله ينكر شيئا من وجوده لهذا قال الجهمية الذين هم فرعونية الذين هم كل من ينكر وجود الله تبارك وتعالى وأنواع كماله هؤلاء قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب فعندما تذكر الأسماء والصفات يقولون للقلب لابد أن تصرفها يقولون للناس ذلك لابد أن تصرفها عن الله تصرفها عن الله بمعنى تؤولها تحرفها إذا سمع اسم الرحمن الرحيم أرحم الراحمين يقولون الرحمة ضعف وعجز وخور نعوذ بالله لابد أن تصرف إلى شيء آخر أهل التأويل والتحريف يفكرون في كيفية محددة وكيفية معينة فيلزم عندهم التشبيه ويلزم منه التحديد فيلجأون إلى التأويل كلامهم في الحقيقة يلزم منه الدخول في بحار عميقة من التيه والضلال والعياذ بالله بسبب انحرافهم على العقيدة الصحيحة لذلك أصل هذه العبادة عبادة التفكر ومطالعة آثار الأسماء والصفات على إثبات العقيدة الصحيحة إثبات الأسماء والصفات على طريقة السلف ثم التعبد بمقتضى هذه العقيدة لله سبحانه وتعالى ومقتضى هذا الإثبات وإثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الحب يظهر ويحصل في القلب وينبت بناء على شهود الأسماء والصفات وعلى شهود النعم لذلك كانت الحمد لله رب العالمين تشمل الدين فيها الثناء على الله بكمال أسماءه وصفاته والثناء على الله بنعمه الحمد لله رب العالمين فأنت تقولها في الفاتحة مرات عديدة تشهد بها كماله في أسماءه وصفاته وأفعاله وكمال نعمه سبحانه وتعالى وهو السبب السادس حيث قال رحمه الله مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته كما ذكرنا الإنسان مجبول على حب الكمال والجمال والراحة بذلك فهو كذلك مجبول على أن يحب من أحسن إليه والله عز وجل ما بخلقه من نعمة إلا وهي منه سبحانه كما قال وما بكم من نعمة فمن الله وأعظم ذلك بره وإحسانه وإحسانه إليك في الهداية للإسلام والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي تشاهده أولا من النعمة وهذا لن تدرك أنه نعمة إلا إذا ذقت لذتها وحلوتها المشكلة أن أكثر الناس إذا قلت النعم فكروا في السمع والبصر هذا المؤمن منهم والمحسن في ظنه بربه فهو يفكر فيما أعطاه الله عز وجل من مال وولد وماء وصحة ويقول الحمد لله على الحال الذي إن فيه مع أن البر والإحسان الله البر سبحانه وتعالى فعل بك البر وأحسن إليك غاية الإحسان بأعظم نعمة وهي نعمة الهداية للإسلام والإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود هذا الآثار هذا الإيمان في قلبك وعلى جوارحك فأنت إذا عظمت هذا الدين وأدركت قدر هذه النعمة علمت عظمة نعمة الله عز وجل عليك علمت عظمة الله وفضله عليك بالإيمان والإسلام وعلمت قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد حرم من هذه النعمة كثيرون وهم معك وعلى نفس قدر عقلك وفكرك وفي نفس يوم مولدك ملايين البشر في هذا العالم سنهم مثل سنك عقلهم مثل عقلك وربما فاقوك في جلب أمور الدنيا واخترعوا الاختراعات الحديثة وصنعوا وصنفوا وذهبوا وجاءوا وتمتعوا أنواع المتعة الدنيوية التي لا تسوي شيئا وأنت اجتباك الله من وسطهم تسعمائة وتسعة وتسعون هالك وأنت واحد اجتباك الله عز وجل ووفقك لإسلام ولدوا معك هؤلاء جميعا ولدوا معك أو قريبا منك وأعطوا نفس السمع والبصر وحرموا هذه النعمة نعمة الإسلام وأنت من الله عليك بها وأخذ قلبك إليه ووجه وجهته إليه حتى صرت تعبده وحده لا شريك له وغيرك محروم فلابد أن تحبه على بره وإحسانه لو تفكرت فيما يعني ذكر الله عز وجل به في كلامه مع موسى عليه السلام كيف ذكره بنعمه كلها ليأخذ بقلبه إليه ليعده بذلك إلى بذل كل شيء في سبيله لما أحب موسى ربه عز وجل فإنه ضحى واستعد للتضحية بكل شيء البداية كانت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتئة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله الذي خلقها أولا والله الذي جعلها كذلك ثانيا وسيعيدها هو سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فأراه آياته عز وجل التي توجب اليقين به وبربوبيته وألوهيته عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا مصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى سرعة الإجابة في هذا الموطن مما يأخذ بالقلب إلى الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى تذكير بالنعم إذ أوحيت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كل ذلك ذكر المنن وذكر فعل الله عز وجل به بذكر أسمائه وصفاته ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي وهذه وحدها لو أن الإنسان استحضر أنه من بين ملايين البشر اصطنعه الله لنفسه وهذه لموسى عليه السلام له فيها الخصوصية العظيمة ولكن لكل مؤمن نصيب فعباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته أنت الضعيف العاجز الفقير الهباءة التي لا تساوي شيئا استنعك الله بنفسه وأرادك أنت أنت المراد قبل أن تريد الله أرادك فجعلك تريده أخلصك فجعلك مخلصة فإذا كان أنت كذلك وسط هذا الكون الواسع الكبير أنت كم تساوي أيها الإنسان الضعيف في هذه الأرض لو أن البحار طفعت مترين فقط لأغرقتك لو نزلت الأرض فقط لا دفنت فيها مترين فقط أو أكثر أو أقل والكون كبير جدا وأنت في وسط هذا الله أرادك أنت فعند ذلك تقول لبيك اللهم لبيك وتتذكر أنك مراد من وسط كل هؤلاء أيضا واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغ مقدمة لتحمل المسؤولية العظيم المقدمة بين تحمل الامتحان الهائل لمريم عليه السلام كان بماذا كان بهذا التذكير بهذه النعمة بنعمة الاجتباء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين شوف كلمة اصطفا مكررة اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين العبادة تؤهلك لتحمل المسؤوليات العظيمة ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما أخبرت الملائكة مريم بأنها سوف يكون لها ذلك الولد ويبشرها الله عز وجل به فذكر الاصطفاء والاجتباء يأخذ القلب إلى الله عز وجل أعظم نعمة أخذ الله قلبك إليه ووجه وجهته إليه حتى صرت تعبده وحده لا شريك له وغيرك محروم فلابد أن تحبه على بره وإحسانه ثم تتفكر في نعمه في الطاعات المختلفة في أصل الإيمان تتفكر فيه وفي أخذ قلبك إليه تتفكر في نعمه عليك بالصلاة والزكاة بالصوم بالحج بالعمرة بالعبادة المختلفة في التزكية وفي الآيات التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فآمنت بها والله فعلا آية واحدة يغنيك الله عز وجل بها لو تدبرتها ركعة واحدة يغنيك الله بها سجدة واحدة يغنيك الله عز وجل بها يسعدك سعادة لا توجد إن كنت تفعلها إلا أن تكون محروما نسأل الله العافية فتتذكر نعمه وإحسانه وبره وآلاءه بعد ذلك من السمع والبصر والحياة وسلامة اليد والرجل والبطن في كل لحظة تمر بالإنسان نعم لا يستطيع الإنسان شكرها جريان الدم مثلا دون تجلط في عروقه في قلبه ليلا ونهارا أنت مستيقظ أنت نائم في كل شرين جسمك نعمة من ربنا لا نستطيع أن نقدر قدرها لو توقف الدم لحظة وانسد الشريان فقد العض عين أو أذن أو يد أو رجل أو حركة لو جزء صغير أنت لا تملك ملايين كرات الدم الحمراء هذه التي تسير سائلة في لحظة من اللحظات ده كل سنط واحد فيه خمسة مليون لو أنها تجمعت وتجلطت وتوقف في شريان أحيانا يعني شريان العين ده يبلغ قطر ملي متر واحد لو تسد في لحظة من اللحظات ده فقد الإنسان ووصره في اللحظة مباشرة الأذن الأجزاء العظمية السماعية الصغيرة جدا ده لو سد الشريان هو أصغر من الشريان العين لو سد في تلك اللحظة لضاعة السم فالإنسان يفكر هذه النعمة كلها محفوظة بالليل والنهار ده عندك كم سنة تلاتين سنة أربعين خمسين ستين وكلها مشية من ساعتها شرين المخ لو فيه شريان صغير جدا حصل له ذلك لا شريان القلب كلها بلي مترات وأنت تسيرها كذا كم سنة كم لحظة كم دقيقة كم ساعة في هذه السنوات وأنت في نعم الله عز وجل فهي سليمة والحمد لله تذكر لحظات الألم تذكر لحظات المرض لما كنت مثلا عندك مغص أو عندك احتباس أو عندك صداع أو عندك أي درجة من درجة الألم التي يكاد الإنسان يهلك إذا تصور استمرارها حتى يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل عليه بالصحة المريض يظل نائما طريح الفراش لا يقدر على عمل شيء ولا يستطيع أن يتصرف في حياته حتى يمن الله عليه بالفرج والعافية والشفاء تذكر لحظات ألم مرت بك في حياتك وما من إلا وقد أصابه ألم في حياته تذكر هذه اللحظات المؤلمة كي تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة هذا الهواء الذي نتنفسه نعمة عظيمة لا يحس بها إلا الذي عنده أزمة التنفس فمن فمن من الناس يشكرون نعمة الله عليهم بالهواء أو بالشمس التي تشرق والليل والنهار لو أن إنسانا في مكان ما لا يرى فيه شمسا ولا قمرا ولا ليلا ولا نهار كأسير من أسر المسلمين مثلا نجد هذا الأمر شديدا لا يحتمل وقد وقع ذلك لأناس قال الله ممتنن علينا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حق النعم الله عظيمة وأكثر من أن تحصى ليست فقط أنك أكلت وشربت لكن الإنسان الذي ألف النعم قد لا يقدر هذه النعم قدرها لأنه لم يحرم منها وإنما عاش فيها مغمورا بها غارقا في نعم الله تبارك تعالى قارن بين حالك الآن وبين حال نفسك في لحظة الألم وقارن بينك وبين المحروم من نعمة من هذه النعم كم نعمة أنعم الله بها عليك أتيت تمشي على رجليك مبصرا للطريق سامعا بأذنك سليما عقلك وغيرك محروم تأمل نعمة الأهل ونعمة الولد ونعمة القدرة على التقلب في البلاد الذهاب والإيام نعم عظيمة إذا شهدت بر الله وإحسانه فهو البر الرحيم وشهدت آلاءه ونعمة الظاهرة والباطنة الظاهرة في أحوالك كلها والباطنة في قلبك وفي إيمانك وفي هدايتك أحببته ولابد فهذا من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة مع مشاهدة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وآثرها في الكون وأفعاله عز وجل فسوف تدرك بماذا اجتبى الله الأنبياء وبماذا سبق السابقون إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك تبتعد ما استطعت عما يشغلك عن هذه الأمور لأن صراعات الحياة وتنافساتها واختلافات البشر فيها من أعظم ما يأخذ القلب بعيدا نسأل الله العافية قال رحمه الله السابع وهو من أعجبها انكسر القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات عايز يقول ان الكلام ده شيء يحس ويدرك قبل ان يشرح ويتكلم فيه بذكر الاسم والعبارات نقول انكسر القلب هو الشعور بالفقر والاحتياج التام والضرورة التامة لله عز وجل وهو يحصل من جهات كل منها يزيد في حب الله تعالى لأن الحب والذل قارنان في معنى العبودية فالذل والانكسار يزيد الحب ويجلبه كما ان الحب يؤدي الى حصول الذل ويقود اليه ويجلبه هما متلازمان فاذا حصل واحد حصل الاخر باذن الله فلذلك قالوا الذل انواع منها ذل المحبة فالمحب ذليل منكسر الحب قد كسر لانه لا يستطيع ان يستغني عن محبوبه انكسر القلب بين يدي الله تعالى هو شعور الإنسان بأنه محتاج إلى الله تبارك تعالى فقيرا إليه ربا وإلها كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد شعور الإنسان أنه لا يملك لنفسه ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور وأنه يحتاج إلى الله في كل نفس وفي كل طرفة عين حاجة ضرورية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والهواء الذي يتنفسه فهذا الأمر يؤدي مع شهود إنعام الله وفضله الذي سبق في السبب السادس مشاهدة البر والإحسان والنعم شهود الإنسان هذه الحاجة الشديدة وشهود النعم لابد أن يؤدي إلى الحب بمعنى أن الإنسان قد يشعر بالنعمة ولكن لا يشعر بشدة حاجته إليها فلا يقدر حق قدرها فإذا شعر بالانكسار وشدة الحاجة والضرورة وشهد إنعام الله وفضله مع فقره هو وعجزه هو وغنى الرب عز وجل عنه أحبه ولابد يعني أنت تخيل إنسان أعطاك حاجة بس بيعطالك في مقابل تقول أعطاني عشان أنا بيأخذ مني كذا مش هتلاقي الحب لما الابن والأبناء بيحبوا أبائهم وماتهم لي لأنهم شهدوا منهم تلقائيا عطاء بلا مقابل وحب بلا يعني ثمن ولذلك أحب فطر العباد على ذلك إلا من تبدلت فطرتهم بالشقاء وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية ولا يعذب الله فالجبروت والشقاء وعقوق الوالدين أمور مقترنة الغرض المقصود أن شهود حاجة الإنسان وغنى الرب سبحانه وتعالى وذل العبد في حاجته إلى الغني الحميد وفقره إليه وشهود النعم العظيمة يزيد حبه لله عز وجل لابد أن يؤدي هذا إلى الحب ومن أسباب انكسار القلب كما ذكرنا المحبة من أسباب انكسار القلب شهود التقصير والذنوب والمعاصي من حكم الله سبحانه وتعالى في تقدير الذنب والمعاصية عليك أن تنكسر لأن للطاعة أحيانا صولة ودلال يشعر الإنسان أنه أعلى من الناس فهذا ربما يؤدي إلى بغض الله عز وجل فلابد أن تنكسر لله سبحانه ولذلك الله عز وجل يذكر أنبياءه ورسله بأنه الذي فعل بهم في هذه الأمور العظيمة اجتباء من الله لألا ينسب إلى نفسه ذلك فقد تقدر الذنوب على الأولياء والصالحين وعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليحصل لهم هذا النوع من الانكسار انكسار القلب بشهود التقصير والذنوب والمعاصي ومن أسباب انكسار القلب الشعور بالضعف والهم والمرض والبلاء مع الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن العبد يمرض ليشعر بحقيقة ضعفه لأن القوة أحيانا تؤدي إلى غرور الإنسان فيبتلى أنواع الابتلاء يبقى فيه ذل الابتلاء والانكسار بالفقر والمرض والعجز والهم والحزن لذلك تجد المهموم أحيانا يعني يكون مفتوحا له باب البكاء الذي يشهد به من نعم الله ما يزدد به حبا يعني كما نقول يبكي متلذذا ولذلك قال عقوب عليه السلام وقد وصل إلى قمة الكرب إنما أشكو حتى بيضط عينه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وكان الفرج بعدها فأن يلد الإنسان ما لا يستطيع تفريجه عن نفسه فيشكو إلى الله عز وجل ولذا يبتلي الله العباد ليسمع تضرعهم ليسمع تضرع المؤمنين وشكواهم بثهم وحزنهم إلى الله وهذا من أعظم أسباب المحبة وكذا انكسار شهود الفقر والحاجة إلى الربوبية كما يشهد الحاجة إلى الألوهية يعني يشهد الحاجة إلى أن يوفقه الله لإبادته وكما يشهد الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى في طعامه وشرابه وصحته وفي كل أموره وفي تفريج كربه وأنواع المحن كلها فأنواع الذل التي قدرها الله عز وجل على العباد لتنكسر القلوب لأنها إذا انكسرت أحبت قال إذا انكسرت لله عز وجل أحبت ربها سبحانه وتعالى مع شهود النعم كما ذكرنا قال السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة يعني رحمه الله في ثلث الليل الأخير أو في شطره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخر وفي بعض الأحاديث أربعة الصحيحة إذا مضى شطر الليل فيقول الله عز وجل هل من سائر فأعطيه هل من سائر فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب له والخلوة به أن يذكر الإنسان ربه خاليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يضلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه فالخلوة يكون الإنسان فيها أبعد عن الرياء وأبعد عن المشاغل التي تذكره بالدنيا فإذا كان بينه وبين الله هذه الصلة هذه الصلاة هذه العبادة في هذا الوقت لا ينشغل بغيره كان لذلك أثره الكبير مع كونه في الثلث الأخير وكونه يناجي ربه في الصلاة ويتلو كلامه لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب أي بين كأنه واقف بين يدي الله عز وجل وهو فعلا يقف وهو فعلا يقف لكن بقلبه وروحه قدمه في الأرض ولكن قلبه واقف بين يدي الله خاشع يتلو كلام الله ويناجيه ويكلمه فيما بينه وبينه ويستشعر هذه الصلة الخاصة استشعر أنها بينه وبين ربه فقط وهذا من أعظم ما يزيل عن القلب آثار الرياء والسمع يعني أفعل كثيرا أفعلها أمام بعضنا الدرس مثلا هذا لا تعول عليه كثيرا الأمور التي تكون بينك وبين الله لكن أمام الناس احذر فإن فيها أفات كثيرة لكن ما بينك وبين الله وحدك هذا أبعد عن الرياء والسمع هذا يزيل من القلب آثار الرياء والسمع ويزيل عن القلب تعلقها بالخلق فإن كان الإنسان يتلو كلام الله ويناجي ربه في دعائه والدعاء مناجات للرب فهو يستشعر وقوف قلبه بين يدي الله معظما له مشاهدا لملكه وقدرته وأمره وحكمه فهذا من أعظم أسباب حبه وأما قوله والتأدب بأذب العبودية فلا تكلم أثناء المناجات بما لا يجوز ولا يستحب فكم من من يجعلون حوارهم مع الله كالحوار مع صديق أو عشيق أو نحو ذلك ويزعم أن ذلك من شدة المحبة الصوفية عندهم شطحات عظيمة في تلك اللحظات لأنهم لم يتأدبوا بأذب العبودية فيتخيل حوارا وينقله للناس إذا قلت له فقال لي ويدعي ذلك ويزعم أن ذلك من شدة المحبة لكن التأدب بأذب العبودية أن يظل عبدها وأن يراعي ما يقول ويتأدب في كلامه ولا تجاوز حدود الشر فيما يناجي ربه به لذا كانت الأذيات النبوية والقرآنية والقرآنية الواردة على ألسنة الأنبياء هي أرفع أنواع الأدية وأعلى أنواع المناجاة وأفضل ما يكلم العبد به ربه سبحانه وتعالى وهذا من أعظم الأمور أهمية وذلك أن كثيرا من الناس يحتاجوا أحيانا إلى مناجاة ليست والدة في الكتاب والسنة لأنه في الحقيقة لم يتدبر أداية الكتاب والسنة ولذا تخرج ألفاظ غير لائقة في هذه الأثناء عند الكثيرين مع أن الناس لشدة حاجتهم إلى المناجاة وتعودهم على أدايات كثيرة لا يجدون فيها معاني توقذ القلوب فيحبون هذه الأدايات الطويلة التي يخترعها بعض الأئمة لو أنه تدبر الأذعيات النبوية والأذعيات القرآنية على الأسانة الأنبياء لوجد فيها أعظم الراحة قال ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون فهو يستغل هذا الوقت خصوصا هذا الوقت كنز من أعظم الكنوز الغالية لو قدرها الإنسان حق قدرها وهو من أعظم الأسباب الجليبة المحبة أن يستغل هذا الوقت في عبادة الله بين الصلاة والذكر والاستغفار اللهم رحمة التاسع من أسباب الحب مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك أي الجلوس مع المحبين لله تعالى الصادقين في محبتهم يعني ممكن تقعد مع ناس بيكلموا في العلم ولا تلحظ عليهم آثار الحب أبدا ولا تجد آثرا من آثار حب الله تبارك وتعالى وهذا أمر يحس ولو كانوا يتكلمون في أنواع العلوم ولو كانوا يشققون وينوعون الكلام بأنواعه المختلفة أنت مثلا ربما تجد دروسا في العقيدة مبنية على ذكر الاختلافات بين الفرق الفلانية والفرق الفلانية والردود الكلامية على هؤلاء والردود الكلامية من هؤلاء والشبهات التي طرحت في هذا والرد عليهم في ذلك ما ممكن لديهم درس عقيدة ولكن وتبقى فيه ساعات ودرس فقه يطلع أنواع القياسات البعيدة والافتراضات المحتملة وأنواع الاحتمالات المختلفة في المسائل يزول عن الإنسان أي تفكير في الحب ولا حولها ولا قوة إلا بالله ودرس مثلا على سبيل المثال في السلوك يكون عبارة عن خزعبلات وخرافات الصوفية عبارة عن بداعهم وضلالتهم تفعل كذا وتذهب والقصة الفلانية للشيخ فلان فصنع كذا وفي المولد الفلاني صنعت كذا وقيل لي كذا أنواع خزعبلات اقرأ الشعراني مثلا ماذا يقول في كتبه وتجد هذه السلوك نسأل الله العافية وشطحات عجيبة من كلامهم ده فضلا ده دي العلوم الأساسية فضلا بقى عن علوم أخرى على سبيل المثال ما هيش المقصودة زي مثلا الأصول والمصطلح هي نفسها تحتاج إلى ما يلينها بجوارها هي نفسها فيها نوع من الجفاف لو أن الإنسان الاقتصر في نشأته وعلمه على هذه العلوم نحو مثلا تجويد فقط هو كل عاجة تغطر في باله الحركات كانوا خمسة ولا ستة ده جابها اربعة ونص ده جابها ما زبطهش الغنة ما ترقيتش من مناخيره مزبوط يظل على ذلك ده مثلا كده في النحو مثلا ده في ناس تقعد في الخطبة كده يقولك ده خطأ تلاتة وعشرين خطأ نحوية كنت قاعد تعمل إيه أنت بقى تسمع آليات والأحاديث ولا عمل تأديل الأخطاء النحوية وبتقوله يقوله أنت غلطت في الحالة الفنية ولا تقولت الكلمة الفنانية خطأ هي العلوم دي أساسا لازم تتاخد على جانب العلوم الأخرى لو أن الإنسان اقتصر عليها فقط فضلا بقى يقوله أنه يقعد مثلا ثلاثة أربع سنين يتعلم أصول عشان يعرف يناظر ويفحم ليه الخصوص يقوله أنتم فهمين حاجة أنتم فهمت أنتم تعرفوا حاجة علشان ما درستوش بقى القواعد الأصولية وخلافات المناطق فيها خصوصا مثلا علم الأصول بعد ما وصل إلى مرحلته الأخيرة يعني علم الأصول بدأ له ما يشرفعه بالرسالة المييرة المباركة كتاب الرسالة وانتهى إلى أن أصبح كثيرا نبارة عن علوم اختلافات مناطقها علم المنطق دخل فيه دخولا كبيرا جدا وعلم الكلام عشان كده يقولك أصول علم هذا العلم من ضمنها علم الكلام فأدى إلى فساد عريض فتخيل بقى لما تكون القرآن بالنسبة لنا إيه والسنة تبقى إيه يبقى مصطلح وقواعد واختلافات في زيادة الثقة مثلا والشذوذ وما هو الشذوذ وما هي العلة ويبقى بس كده الحاجات دي مطلوبة فبنقولش ان دي علوم محد يهجرها لكن هي محتاجة حاجة وزنها فلما يكون الكتاب والسنة يتحولوا إلى هذي العلم فقط يبقى أنت ما أعدتش مع المحبين فيبقى الأمر لما يقول مجلسة المحبين ده أمر لابد أن يولد في القلب مع يعني أنواع العلوم المختلفة ولابد أن تدمج فيها هذه المسائب فالجلوس مع المحبين الصادقين في محبتهم والمحبين الصادقين ممن يهتمون يعني لأن اهتمامة الإنسان تتأثر كثيرا جدا بمن حوله حين يجلس الإنسان ومن يهتمون يعني احنا بتكلم على مين على أهل الدين دلوقتي تخيل بقى لو واحد قعد مع أهل الدنيا قعد بقى مع الناس اللي بيجيبوا في الفلوس واللي فلان معه كذا واللي فلان ما معهوش كذا والعربية الفلانية كان شكلها كذا وماركتها كذا وكانت سنت كذا وموديل كذا وفيها من الكماليات كذا لو واحد قعد معهم هيقعد يتكلم معهم زي كذا والموبايل كان الموبايل الفلاني فيه إمكانيات كذا وفيه مش عارف كذا واللبس الستات يقعدوا تكلموا في ايه اللبس الفلاني كان كذا والفلانة فلانة كانت لبسة كذا وكان شعرها ممتاز وعملت شعرها بالطريقة الفلانية والزواء بالزواء الفلاني يبقى واحد لو لا الناس بتجري هيتطلع يجري معهم فلما يلاقيهم بيجروا على الدنيا نفسه جرف مجالسة هؤلاء نوع من البلاء على الإنسان لو ما جلسهمش إلا ليذكرهم يبقى نعم وإلا فيفر من هذه المجالس فالإنسان كثير اهتماماته تتأثر بمن حوله حين يجلس من يهتمون بالمال يتكلم معهم في المال وعندما يجلس من يهتمون بالكرة يتكلم معهم في الكرة وأسمع مضطرا ما يشغلهم بهذا الباب من سألعب في مباراة اليوم ومباراة أمس وقع فيها كذا واللعب الفلاني حصل له كذا وجاب الجون بالطبع الفلانية والمدرب الفلاني حصل وأخبار تفصيلية شوفوا ملحق الكرة ملاحق في الجرائد ملحق الرياضة دي يجيبوا قد إيه نص الجرنان ملحق الرياضة وجرائد بتتباع كثير جدا ليه عشان ده جرنان الأهلي وده جرنان ما عرفش إيه علشان اهتمامات معانا والناس تنشغل بهذه الهتمامات ومن شغلونا بالسياسة يقعد يتكلم معهم في شغل السياسة والأخبار الفلانية والأحوال الفلانية ربنا يرحمنا وللعلم أن حياتنا معظمها حولها الحاجات دي ده إحنا بنقول أهل ولما نيجي ناحية الدين تقع في المشاكل اللي إحنا قلناها أولا يبقى هنعمل يبقى هتفضل حياتنا ممكن نقعد كده سنين طويلة ما نتغيرش هيفضل حالنا على ما هو عليه ويفضل الميزان مليان ذرات ما نتغيرش الكف فمن يظل الإنسان يغرق ويغرق في مثل هذه الأمور فأما إذا كان يجالس من يحبون الله وهم صادقون في حبهم ويلتقط ثمرات كلامهم أطايب الثمرات فسوف يرد كلمات مؤثرة معبر عما في القلب من حب وليس كل كلام صالحين كذلك هو يتكلم بلا شك فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالأولاد وأحيانا يتكلم بكلام متفاوت في درجته لكن هناك خلاصة قد يقول واحد منهم كلمة عظيمة جامعة تجد كلمات عن استلف رضي الله عنهم لها أثر عجيب واصل إلى القلوب مباشرة يعني مؤثر فيه تأثيرا أكيدا لأنها خرجت من القلوب تصل عبر الأزمنة والأمكنة إلى القلوب فسوف تجد من كلمات الصالحين إذا جالستهم مثل هذه الكلمات فتأخذها وتلتقطها وتحفظها وتعمل بما دلت عليه تلتقط أفضل ثمرات كلامهم والثمرة الطيبة التي طابت وكتمل نضجها تأمل مثلا قول الحسن من رأى أن الله يعطيه على معاصيه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له من رأى أن الله يعطيه وهو رغم معاصي عما اللي ربنا يديله كأنه دا مش مكر به فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له تجد هذه الكلمات مؤثرة تأثيرا بليغا في النفوس مثل قوله رحمه الله أيضا الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وكم ألهتوا وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ترد عليها نورا من النبوة كلام ابن عباس رضي الله عنه إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضة في قلوب الخلق والله كلمات عجيبة الشأن إنما قالوها من أجل تأثرهم بالعبادة وتأثرهم بالقرب من الكتاب والسنة مهم جدا أثناء مجلسة الصالحين المحبين ألا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام لأن هناك من غرضوه من الصحبة مجرد الكلام وأنه كلم فلانا كلم الشيخ الفلان وسألته بنفسي وهو شفهني بالرد يبقى أهمه أنه هو عايز يفتخره خلاص وعايز يقول ده أنا قابلته شخصيا وأنا نحو ذلك عشان يقولوله أنت من شيوخك اللي هو أنا الشيخ فلان الشيخ فلان وأنا واخد بالسنة للفلان وهو ولا عارف ولا سنة هو السنة ده أقول لكم يعني الأسانية دي بتاعت الكتب دي وبتاعت حتى التجويد اللي هي الناس حد عارف بعد اتنين شيوخ بعد كده عشرين شيخ معرفين عنده بس هو عشان يقول للناس أنا عندي سنة ده يبقى كثير جدا من الناس غرضوا مجرد الكلام وأنه كلم فلانا وسأله عن كذا وأجابه عنه بكذا يتكلم بذلك كثيرا وهذا من الأمراض الخطيرة التي تحصل بسبب عدم فقه أمر صحبة الصالحين فأنت إنما تريد أن تنظر إلى توجيههم لا أن تأخذهم هم بكلامك بعيدا أصح ممكن فعلا إن الأسئلة تخذنا بعيدا عما ينبغي واحد يسألنا سؤال من نجري وراء أول ما يسألنا سؤال جاوب علي ولكن يمكن أن يكون هذا في الحقيقة ضرر لي وله لأنه يجغل قلوبنا عما ينبغي فربما يكون كلامك هو السبب في بعدهم عما ينبغي أن يكونوا عليه كأن تكلمهم في وقت معين وقت الاتكاف مثلا في مسألة أصولية أو في المصطلح أو في النحو أثناء الاتكاف في ليلة من ليلة العشر الأواخر من رمضان غرغما عن الجميع تأخذنا المسائل بعيدا حتى لو كان النزاع في المسألة متعلقا بقدر معين من الأعمال الظاهرة كمسألة القلتين مثلا والأذلة فيها والعموم ونحو ذلك ينشغل بذلك مع أنها مسألة علمية نحن لا نهوم من شأنها لكن لابد أن تعرف متى تتكلم وفيما تتكلم فلا أبقى غرضك من الصحبة أن تتكلم لأجل أنك كلمت فلانا أو تقول صحبت فلانا صحبت الصالحين خصوصا إذا كان معروفا أو يرغب الناس في صحبته فلا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام ولا يكون غرضك أن تتكلم أكثر بل غرضك ليكون غرضك أنك تسمع أكثر وترى توجيه هذا المحب الصادق لأن اتجاهه أصلا في الكلام يتجه إلى غرض معين دائما فسوف ننتفع بمثل هذه الكلمات ما استطعت وإذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك وعلمت أن حال القلب سوف يزداد قربا من الله عز وجل وأن أعمال القلوب سوف تكثر وتزداد صلاحا بالكلمات التي تقولها أو منفعة لغيرك أو الأمرين معا مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك تريد أن تعلم الآخرين المخالطين والمصاحبين والمجالسين فائدة من فوائد إصلاح الحال وإصلاح القلب نسألون أن يصلح قلوبنا عند ذلك تكلم قال في السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله إذا حققت هذه الأمور الإيجابية في المحبة الأسباب الجالبة باقي عليك أن تتجنب العقبات لأن البدع والمعاصي والانشغال بما غيره أولى منه كفضول المباحات فضلا عن المعاصي والمكرهات كل ذلك يشغل القلب يعوق القلب ويحول بينه وبين الله عز وجل تبعده عن الله كثرة المشاكل فانشغالك بالمفضول مع وجود الفاضل والانشغال بكثرة المباحات كالذي يأكل كثيرا ويتكلم بما لا فائدة فيه ذلك كله مما يشغل القلب ويبعده عن ربه عز وجل حب الدنيا وكثرة التعلق بالمال وشدة التعلق بالنساء وشدة التعلق بالأكل والشرب والجماع والخلطة مع الناس كل هذه الأمور حين تزداد عن حدها تكون من الأسباب المبعدة فتترك كل سبب يبعدك عن الله ويحول بين القلب وبين الله ويمنع وصول القلب إلى الله لذلك من أصول التهذيب الأربعة ترك فضول المنام ترك فضول الكلام ترك فضول الخلطة ترك فضول الطعام والشراب والشهوة وكذا أضف إليها ترك فضول الأموال لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثرت مشاغله الناس تريد كثرة المال وهو رغما عنها كلما كثر كلما ازداد همه وغمه ونسأل الله العافية من هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران الأول استعداد الروح لهذا الشأن والثاني انفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق الذي يجمع لك هذه الأسباب أولا استعداد الروح لهذا الشأن يعني أن يكون هناك تهيئ للإنسان للبحث عن حب الله تعالى والترقي في أسباب المحبة والأمر الثاني انفتاح عين البصيرة لتعرف كيف تسير فشبه البصيرة بإنسان له عين يددك بها منازل الأعمال وحقائق القلوب والأسباب والنتائج وارتباط الأشياء بلوازمها وأسبابها حتى يصير إلى الله عز وجل ويعرف ما يقترن به كل عمل وما يؤدي إليه كل عمل فهذا إنما يحصل بقوة البصيرة وبحصولها في قلب العبد ويرى الحق فيه حقا والباطل باطلا نسأل الله أن يوفقنا المحبور أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم